شهر محرم الليلة العاشرة أولاً صلاة مئة ركعة كل ركعة بسورة الحمد مرة وسورة التوحيد ثلاث مرات ثانياً صلاة أربع ركعات في آخر الليل يقرأ في كل ركعة سورة الحمد مرة وكلاً من آية الكرسي وسورة التوحيد وسورة الفلق وسورة الناس عشر مرات وهذه هي آية الكرسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم ثالثا صلاة أربع ركعات في كل سورة الحمد مرة وخمسين مرة سورة التوحيد رابعا الإكثار من الصلاة على رسول الله وآله الأطهار واللعن على أعداء الرسول وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم خامسا الإكثار من ذكر الله عز وجل اشتركوا في القناة